برحب بكم مع الجزء الثاني من تعلم الوانتاج للمبتدئين مع برنامج موفافي فيديو اديتور بلس 20-22 اللي ما شافش الجزء الاول ياريت يرجع يشوفو ويلا بنابدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معاكم مصطفى مكرم مكملين مع برنامج موفافي فيديو اديتور بلس 20-22 واللي دايما بحب ان انا ارشحه للاجهزة الضعيفة او للناس اللي لسه بادئة او الناس اللي مش عايزة توجع دمخة عايزة حاجات جهازة تشتغل عليها على طول وبرنامج يكون سهل وخفيف فبرشح دا يلا بنا نكمل اتعرفنا بقى الفيديو اللي فات على ازاي بعمل امبورت وتعرفنا على البانا الخاصة بالفيلتر والترانزيشن والكتابة ازاي بقدر ان انا اكتب على الفيديو بتاعي والستيكرز ازاي بقدر اضيفها ووصلنا لحد الالتول اتعرفنا على الادجست من كالر واللي من خلالها بقدر ان انا اعدل الالوان الفيديو وهنا الكروب وروتيت علشان اقص من الفيديو او الف الفيديو لو كان مائل او عاوز تلفه في اي زاوية والبوزيشن اللي من خلالها بقدر ان انا احرك اي عنصر جوه البرنامج تعالوا بقى نروح للي بعده عندي حاجة اسمها البان انت زوم طبعا هي مش نشطة ليه علشان لازم تحدد لها فيديو هتلاقيها نشطة كده لما بطغط عليها بالشكل ده بلاقيه عملي بريفيو لها طب هي ايه لازمتها لازمتها انه شايفين المربع ده المربع ده ده عبارة عن مكان انت بتحدده البرنامج بيعمل عليه زوم في الفيديو وبيبدأ ان هو يعرضه على شكل حركة تعالوا كده نجربها مثلا لو سحبت دي بالشكل ده هنا فشايفين الجزء اللي هو محددهولي ده بقدر طبعا انا اغير فيه زي ما انا عايز مثلا انا عايزه يعملي كروب على الجزء ده فلما بشغل او بضغط في اي حتة في التايم لاين بلاقيه زهر قدامي بالشكل ده تعالوا بقى نشغل مثلا بتشغل الفيديو عادي جدا بعد كده ايه بيبدأ ان هو يتحرك بالشكل ده ممكن تحتاجها او ممكن ما تحتاجهاش يعني هي هو خيار موجود معي طب فيه نقطة هنا تعالوا بقى نكبر من علامة البلاس هنا هنا الزائد بتكبر ونقص بتصغر الفيديو على الطايم لاين علشان اقدر ان انا اشوفه الحركه بتاعتي اللي اتعملت دي شايفين السهم ده فيه دايرتين صغيرين دي اسمها keyframe لما ببعدهم عن بعض بالشكل ده طبعا السهم ده هي دي الحركه يعني الحركه هتبدأ معي من اول هنا اهي شايفين بتنحرك وبتنتهي لحد هنا كل ما بعدت الاتنين keyframe دول عن بعض بالشكل ده فهتلاقي الحركه بقت بطيقه تعالوا كده نشغل شايفين الحركه بطيقه ازاي ولو قربتهم من بعض بالشكل ده وجيت اشغل شايفين الحركه بقت اسرع ده هتتعامل به مع اي سهم يطلع لك كده في الفيديو كل ما تبعدهم يبقى انت عايز الحركه بطيقه كل ما تقربهم من بعض يبقى انت عايز الحركه سريعه طب لو انا عايز احزفها بحددها بالشكل ده وبضغط delete من الكيبورد عادي بمسح بالشكل ده وامسح الكيفريم التاني بابدأ ان انا اصغر بالشكل ده ونروح للي بعده ال stabilization دي كل فكرتها انك دلوقتي لو انت مصور فيديو مثلا وانت ماشي بالموبايل فالفيديو ده في هزة فالهزة دي بتقدر انك تضيحها عن طريق stabilization كل الفكرة ان هو بيقص شوية من الفيديو ويبدأ ان هو يعالج الاهتزاز ده فكل انت هتعمله انك مسح تختار الفيديو وتقول له stabilization بس هو هيبدأ ان هو يوصل لك الفيديو لاقصى درجة ثبات يقدر يعمله اللي بعده ال animation animation دي عبارة عن حركات بتقدر انك تحطها على اي عنصر عندك على الشاشة تعالوا نروح على T ونختار مثلا حاجة simple خالص مبتتحركش ناخد simple text ونزلها على التراج بتاع ال type بالشكل ده طبعا انا ديني بشغل ما بتتحركش عشان تحركها بتروح على ال animation هنا وبتشوف الحركة اللي انت عايزها مثلا عايزها انا عايزها تطلع تجي من فوق اللي تحت بتبدأ انك تسحبها بالشكل اللي انتو شايفينه ده فلما بايجي اشغل بلاقيها بقت بالشكل ده عايز طبعا تسرع او تبطق زي ما قلتلك بتبدأ انك تبعد الكي فريم كده هتلاقي الحركة بدأت تنزل بالراحة او تنزل بشكل ابطق عايزها اسرع بتقربها من بعض هي دي فكرة ال animation تقعد بقى تجرب اي شكل انت عايزه مثلا ممكن احط اتنين animation مع بعض يعني مثلا ايه بالشكل ده كده بعد كده animation تاني بعد كده ممكن اعمل animation تالت هنا مكان مواقف البلايهيد اللي هو ده هيبدأ ان هو ينزل لك الكي فريم بالشكل ده هل ممكن اعمل كي فريم انا اللي حدده او custom key فريم اه بتخش هنا على advanced وتبدأ بقى انك تحط الكي فريم بتاعك هنا ماشي وتحط الكي فريم تاني هنا وتبدأ انك مثلا ايه تغير في الاعدادات بتاعك دي فلما تيجي تشوفها هتلاقيها بالشكل ده يعني بتبدأ انك تقعد تجرب بقى لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه تعالوا نحزف دي كده كلها نرجع لل panel بتاعتنا وهنا عندي highlight highlight فكرتها انك بتحدد جزء معين عارفين انتو ببرامج بتاعت الاحداث والحاجات دي اللي هو تلاقي موجرم قاعد وحطين زغلالة على عينه او انت مثلا عندك فيديو فيه عربية ماشي او عايز تخفي النمرة بتاعتها بتحط زغلالة لا ايه دي شايفين الزغلالة دي بتقدر انك تعاملها عن طريق ده انك بتحددها مسلا مسلا انت عايز تحددها في الجزء ده وتقدر انك تتحكم في size بتاعها طبعا دي خيارات عندي فوق اهي بقدر ان انا اغير منها بالشكل ده اقلل او ازود بعد ما بتخلص تقول له apply خلاص هو كده اتطبق شايفين وبيبقى ثابت في المكان اللي انت ما اختاره طب عشان احزفه double click زي ما تعلمنا بروح هنا وبقول له احزف نروح للبعده الكروما كي الكروما دي عبارة عن ايه للناس اللي لس جديدة فيعالها من منتاج دلوقتي انا بصور عندي في الستوديو زي ما انتو شايفين فلو انا حابب ان انا مايبقاش وراي الخلفية دي حابب اشيل الخلفية دي وحط مثلا لو انا راجل بقدم علعاب حط game مثلا يبقى انا قاعد جوه الجيم وانا بلعب فبحتاج حاجة اسمها كروما بتبقى عبارة عن قماشة لونها اغدر او لونها ازرق بس الاشهر ليه باللون الاخدر تعالوا بقى نشوف كده مثلا ايه فيديو متصور كروما بالشكل ده فالفكرة كلها ان انا ببدأ ان انا اشيل اللون الاخدر ده عن طريق ان انا بروح على الكروما ببدأ اختار الايدروبر دي وبضغط بس عليها كده خلاص هو كده شالها فبقدر بقى ان انا اضيف الفيديو ده لأي حاجة انت عايزها ممكن احطه مثلا واقف بيسقف في غابة واقف بيسقف على البحر برحتك بتحطه في اي مكان في الفيديو بتاعك طبعا هنا بقى بعض الحاجات بتاعت الكروما بس البرنامج بيحاول ان هو يديك اقصى حاجة لانه عارف ان الفئة اللي بتتعامل فئة المبتدئين او فئة مش متخصصة قوي فهو بيحاول يديك اقصى درجة بحيس انك خلاص قريدي انا جاهز ان انا اشتغل مثلا بروح على البوزيشن هنا وببدأ ان انا مثلا اخليه واقف بالشكل ده هنا فلما هاجي يشتغل يعني هيكون بالشكل اللي انتو شايفين له هي دي فكرة الكروما تعالوا نمسح بلاقي عندي كمان اللوجو بغضل ان انا اضيف الشعار بتاعي على الفيديو بقوله اد لوجو مثلا الشعار بالشكل ده فبيبدأ ان هو يتضاف بتبدأ انك تحدد الحجم بتاعه وبتبدأ انك تشوف انت حابب تحط مكانه في الفيديو بتاعك ابدأ بالكليك عليه ويبقى اروح للأوبستي علشان ابدأ ان انا اقل البعث الشفافية بتاعته شوية طب في نقطة هنا مهمة كنت بتسئل عليها كتير اللي هو ازاي يبقى اللوجو بتاعي على طول الفيديو لو انت نزلت اللوجو مثلا انا الفيديو بتاعي لحد هنا فبتبدأ انك تخليه لحد هنا ماينفعش اللوجو مثلا يبقى هنا والفيديو لسه فيه بقى هيشتغل معاك عادي الفيديو واول ما هيعدي الحتة دي هيختفي اللوجو من على الشاشة فمهم جدا ان الشعار بتاعك يبقى بنفس الطول بتاع الفيديو حلو جدا جميل اخر حاجة عندي اللي هي السلو موشن السلو موشن اللي هي الحركة البطيئة بقدر ان انا ابطى الفيديو بتاعي مثلا الفيديو زي ده هي الصرعة العادية بتبقى 100% لو انا بدأت ان اقللها بالشكل اللي انت شايفينه ده شايفين الفيديو بيطول معايا ازاي لان مع السلو موشن المدة بتاعت الوقت بالطول فبالتالي الفيديو هيبقى حجمه اكبر على الطايم لاين لما باجي اشغل بتلاقي الحركة بطيئة ازاي طبعا ما بينفع السلو موشن لو انت بتعمل حركة او حاجة وحابب جزء معين حابب انك تعمل فيه سلو موشن فبتقدر انك تعملها كده يبقى احنا كده اتعرفنا على الاول تول هنا في الفيديو هنا في الاوديو لما بضغط على الاوديو بلاقي عندي برضو مجموعة من الخيارات الحلوة اللي انا بقدر ان انا اتعامل معها اهمهم طبعا عندك الاكولايزر بقدر ان انا اتحكم فيه مستوى او في لفل الصوت طبعا مش هيبقى ناشط الا لما تختار الاوديو اللي موجود عندك وعندنا حاجة مهمة جدا اللي هي النويز ريموفل لو انت مصور في مكان وفي دوشة او في اي حاجة هبتحصل حواليك بتقدر انك تختار نويز ريموفل وتقوله ابلاي فعلى طول بيبدأ ان هو ينقي الصوت بتاعك قدر الامكان وكل دي خيارات بتتحكم فيها مع الصوت انت تقعد بقى ايه تجرب الدنيا بتاعك دي تشوف تبقى عاملة زيه بتقعد تجرب انت بقى مع الصوت بالزيت محتاج انك تقعد تجرب معاه كتير وطبعا كله صوت من دول لما بتضغط عليه بالشكل ده بيجيبلك التست هنا الراديو تليفون بتلود بالشكل اللي انتو شايفينه ده متوقigner مع صوت كدة شف 5 اعمل ازاي تعالوا نقرب الصوت اوديو تعالوا نشوف هنا تعالوا نشوف التليفون والله يعني والله حلو نقرد ايه تاني الروبوت كده نشوفه عامل ازاي الجوان بكله بس اعطا ايه الجنب الاستمرار هلا ايش بس هي دي فكرة الصوت حلو قوي بما اننا بقى تكلمنا عن الصوت خلوني انا قلتلكو الفيديو اللي فات ان احنا بنتكلم عن الساوند افكت او المؤسرات الصوتية يعني مثلا ايه لما احنا تعالوا نلغي الصوت ده طبعا هنا في التراكت المسلا لو انت عايز تكتم صوت ما زيكة بتروح على شكل السماعة دي وبس وبتضغط عليها هنا او لو انت عايز تقفل الصوت كله في البرنامج بس بتروح هنا على السماعة دي وبتنزل الصوت بالشكل ده تعالوا نحزف ده دلوقتي انا عندي الكتابة بتظهر بالشكل ده انا عايزها مثلا اول الكتابة تنزل بتعمل بوم كده بتتعمل ازاي الفكرة كلها انك بتجيب بقى ايه مؤسر صوتي مثلا مثلا كده انا عايز احط ده كل فكرة انك بتعمله منوال بتبدأ انك تسحبها بالشكل ده اشوف مثلا فين المكان انا بس انا عايزها هنا يعني من اول هنا كده ببدأ ان انا اقرب بالشكل ده تعالوا نشوفها شايفين عملت ازاي كل اللي انا عملته ان انا ضبط وقت مع النزول بتاع الكلمة فبقى بالشكل ده طبعا مع المزيجة بيبقى الموضوع احلى شايفين كده فين مزيجة ايه ده انا تقريبا حطت عليها ايه اه حط عليها افكتات احزف بقى كل الافكتات دي جميل اي حاجة بيعيز توصلها في البرنامج دبل كليك على طول تعالوا نشوف شايفين عملت ازاي كمان بتقدر بتضيف ساوند افكت على الترانزيشن بتاعك ايه مثلا الترانزيشن ده او المؤسس الانتقالي انا عايز اضيف له ساوند افكت ما بدأ ان انا اسحب بالشكل ده برضو نفس الكلام بشوف فين اول الساوند افكت انا عايزه يبدأ ممكن انك تكبر بالشكل ده وابدأ ان انا اسحب شايفين الموجات او الوايفز دي بتبدأ انك تزبط الوايفز دي مع بداية الصوت عندك بالشكل او بداية الترانزيشن هتبقى بالشكل ده تعالوا فين تعالوا نخفي الصوت ده شوية نقوم بالشكل ده تعالوا نكتب الصوت داع المزيكة او الـ background تعالوا كده هيكون بالشكل ده بابدأ بقى ان انا اسحب الساوند افكت بس انا عايز الجزء ده يبقى انه دلوقتي حاجه اشغل بس ده اللي هتسمعوه ده الساوند افكت نروح للبعده مع المزيكة بقى مع المزيكة بقى مزيكة بقى ساوند افكت مهمه جدا حاولوا انكم تضيفوها في الشغل بتاعكم بتدي روح وحياة في الفيديو وواقعية اكتر مثلا دلوقتي انا عايز اقلل بقى الـ volume شوية بتاعها الساوند افكت ودابل كليك عليها وبروح على اول خيار اللي هو الـ volume بابدأ ان انا اقلله شوية بالشكل ده اقلله شوية بالشكل ده حيث الصوت هيكون اوطى شوية بس مش قوي كده يعني بالشكل ده لطيفة ومقبولة في حاجة بقى حابة اكلمكم عنها كمان وهي الـ package اللي بتقدر تشتريها من البرنامج package جهزة زي مثلا package بتاعت اليوتيوب كل دي الـ package اللي بتقدر انك تشتريها وبتضاف automatic للبرنامج وبتقدر انك تتعامل معها عن طريق انك بتسحب وتحطه وتعدل عليه بكل سهولة اي حاجة من دول لما بتضغط عليها بيديك شكلها وسعرها وطبعا السعر انا شايفه مبالغ فيه شوية بس يعني للحاجات لو انت عايز حاجات مختلفة فدي خيارات كويسة مثلا تعالوا نشوف هنا عندي بروح على my channel انا طبعا عندي package بتاعت اليوتيوب بقدر ان انا اضيفها بالشكل ده فبينزلك على طول بالمنظر ده مثلا هنا تحط اسم channel بتاعتك تكتب عليها اي حاجة هنا ده الشكل تاني فهي حلوة للناس زي ما قلتلكم الناس المبتده على يوتيوب هنا مثلا تقدر انك تحط على الفيديو بتاعك تحط الفيسبوك مثلا نتحدده بالشكل ده مثلا ايه نصغره كده والتعديل عليه سهل جدا بس بتكتب كده تكتب بقى ايه الفيسبوك بتاعك مصطفى بالشكل ده وخلاص دلوقتي لما باجي اشغل هتلاقيه ظهر معاك على الفيديو بالشكل اللي انتو شايفينه ده عندك بقى ايه اليوتيوب انستجرام طبعا اي حاجة من دول لما بانط عليها بيديك شكل او لها فهم استغلوا الحتة دي كويس لان فيه ناس كتير بتاع تدور على الحركات دي علشان تضفها على فيديوهاتها فهي متضفها بشكل حلو وسهل اشكال حلوة انا امام مرة اشوفها على فكرة وفيه عندي ماي تشنال كمان فيه عندي فيه الستيكرز اللي هي شكل الجرز وهنا اللايك مثلا ممكن اضيف اللايك شايفين بتظهر الشكله زي مثلا انت حابب تغير مكانه بتبدأ انك تسحبه بالشكل ده حابب انك تصغر حجمه شوية بالشكل ده وزي ما قالتلكو الحاجات دي بتبدأ انك تحط معاها الساوند افكت يعني مثلا ايه هتبدأ من اول هنا وتزبطها مع الساوند افكت مثلا ايه صوت جرز بس كده يعني شايف تبدأ توظف الساوند افكت بالمنزل اللي انت شايفينه ده كمان عندي فيه الترانزيشن فيه مجموعة فيه اللي هي المجموعة دي نفس الكلام بتقدر انك توظفها زي ما انت عايز دلوقتي انا خلاص بعد ما خلصت مرحلة المونتاج بتاعتي كلها حابب بقى ان انا اصدر الفيديو النهائي ازاي بعمله شايفين علامة اكسبورت اللي هنا دي ببدأ ان انا اضغط عليها بالشكل ده بتفتح لي البانال دي بيقولك انت عايز تصدر ايه فيديو ولا صوت ولا عايز تصدر ديفايس معين يعني ايفون اندرويد مقاسات معينة ولا عايز تصدر لشاشة ولا عايز ترفع مباشر على يوتيوب او جوجل درايف او فيميو كل انك بتعمله انك بتخش هنا تقوله بتحط الاكاونت بتاعك بتاع يوتيوب او اي اكاونت من دول على البرنامج مباشرة بيعمل اكسبورت الفيديو ويعمل لك كمان ابلود للفيديو تحط بقى معلوماتك كلها جوه البرنامج بس انا ما بفضلش ديه خلي معلوماتك وحساباتك بعيدة عن البرامج بحيث انت صدر عادي وبعد كده ارفع بالشكل الطبيعي تعالوا بقى نروح هنا انا الوقتي عايز اصدر الفيديو هنا عندك كل الفورماتس انك بتقدر انك تصدرها بس بتختارها بالشكل ده اهمهم طبعا الانبي فور فورمات خفيف وبيشتغل على اغلب البرامج والاجهزه هنا بتكتب التايتل عنوان الفيديو هنا باختار مكان الفيديو وبعمل سيليكت الفولدر او فولدر للنهائي هنا بلاقي عندي كواليتي درافت جود هاي طبعا خليك على الهاي هنا بيقولك الريزليوشن بتاع الفيديو 1020 في 1080 اللي هو فول اتش دي مدة الفيديو دقيقتين 39 لما بضغط على ادفانسد بلاقي هنا عندي الكودك اللي مستخدمه اللي هو اتش 2064 ده خليه زي ما هو لانه الكودك ده بيديك جودة عالية وفي نفس الوقت مساحة صويرة للفيديو هنا الفيديو بتاعي اهو 1020 في 1080 تسعة على ستاشر لو انت حابب تغير الاسبكت ريشيو بتقدر انك تغيرها من هنا مثلا ثلاثة على اربعة اي حاجة انت عايز تعدلها بتعدلها بس يفضل سيبه زي ما هو ما رشح لك الاعدادات دي على حسب الفيديو اللي انت مصوره ومدخله جوه البرنامج في هنا خيار اسمه ميديم لما برفعه بالشكل ده وخليه هاي اوكي بلاقي عندي نزل الخيار تاني في الكوالي اسمه اللي هو انت معالي اعلى حاجة في الكواليتي البرنامج يصدر بيه تحت هنا بقى بيقولك ان الصيز بتاع الفيديو بتاعك هيبقى من 92 ميجا لحد 351 ميجا بعد كده بتقوله ستارت بتروح هنا بقى على الميوزيك لو انت عندك فيديو حابب بس تصدر الصوت بتاعه عندك كليب مثلا فبتقدر انك تختار نفس الكلام الاسمه وبتصدر في المكان مفيش اي حاجة تقوله اوكي وبس لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا من برنامج موفافي فيديو اديتور والاصدار الاخير 2022 البرنامج من البرامج السهلة والجميلة اللي انك تقدر تعتمد عليها في شغلك لو انت لسه بادئ في صناعة المحتوى على يوتيوب على اي بلاتفورم في الختام سبحانه قبل ما وبحمدك اشترك ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك